في اللقطة دي هتلاقي ماينو واقف مع فابيان رايز هتلاقي ديكلان رايز واقف مع أولمو هتلاقي فيلفودن واقف مع رودري وكل اللي كان بيعملوا المنتخب الانجليزي هو انه يحجم خطورة المنتخب الاسباني عن طريق تعطيل السلاسي ده ويجبروا انه يلعب الكورة الطويلة زي ما انت شايف وطبعا اول ما الكورة بتيجي مع لمين يامال بيتلاقي قوة دفعية كبيرة جدا من لوكشو اللي معداش منه تقريبا لمين يامال طوال الشوت الاول طب تعالى نشوف نفس الموضوع هتلاقيب يتكرر تاني الرجالة بتاعت منتخب انجلترا عكشى الرجالة بتاعت منتخب اسبانيا عشان يمنعوهم من عملية التدرج بالكورة وزاي ما انت شايف ديكلان رايز مجرد انه قلمه هرب منه بدأ يبلغ عنه ويخلي واحد تاني يمسكه وده طبعا بيدل على الانضباط التكتيكي للعيبي منتخب انجلترا وبسبب الازمة اللي في خط الوسط دي لقينا مراطة نازل يستلم الكورة عشان يساعد في عملية بناء الهجمة للمنتخب الاسبانيا ولكن الرجالة تجمعت عليه وعكشوها منه وقالوا له كل سنة وانت طغي وطبعا في المقابل منتخب اسبانيا ما كانش ساكت كان بيحاول مرة واثنين وثلاثة برغم الرقابة الشديدة من منتخب انجلترا كل اللعيبة المهمة لمنتخب اسبانيا كانت مترقبة وبالتالي تعالوا نروح في الجبهة بتاعت ويليمز وزاي ما انت شايف اي لعيب بيقابل ووكر انا بيقول الله يكون في عونك بصراحة لان ووكر ما بيعديش حد وقدر يسيطر على نيكو ويليمز حاله حالكشو معالمين يا مال المنتخب الاسباني ما كانش ساكت وكان عمال يفرج طوال المباراة عشان يحاول يوجد اي صغرة يشتغل منها وزاي ما انت شايف تاني بيحاول يتلعب الكورة ولكن الرقابة الدفاعية المنظمة اللي كان عاملها المنتخب الانجليزي كانت صعبة جدا وعشان كده بتلاقي حارس المرمى بيبتدي يوجه الهجمة وبيقول الراجل المدافع يلعب عندك رفخال عشان يخرج بالكورة لان العمق بتاعنا كله مترائب وزاي ما انت شايف ديكلان رايز مش حال القلمه في كل كورة بيلعب عليه مانتو مان فالكورة بتتلاعب وبعد كده بتروح للمنتخب الانجليزي وفي اللحظة دي ووكر ما بيعرفش يسيطر على الكورة وبتنتر الكورة وبتروح عند كوكوريلا اللي بيلقي ضغط من اتنين لعيبة ونسيين تماما ان نيكو ويليامز واقف في ظهرهم فاضي خالص وعلى تقول كوكوريلا بيطلع فابيان رايز عشان يبدأ يهاجم المنتخب الاسباني ويطلع نيكو ويليامز فأول خطورة للمنتخب الاسباني ولكن من هجمة غير منظمة يبقى لحد اللحظة دي نقدر نقول نجح المنتخب الانجليزي في الدفاع وغلق جميع مفاتيح اللعب للمنتخب الاسباني في انه هم يشتغلوا الشغل بتاعهم الطبيعي ولكن الرجال كانت بتدفع بس ما كانوش قادرين يهجمه انت اشتغلت دفاعيا كويس قوي واللعيبة بتاعتك زي ديكلان رايز قادرين يشتغلوا المان تو مان بأعلى كفاءة زي ما انتشايف أولمو ما كانش باين خالص الشرط الأول وطبعا نفس الكلام على رودري وفابيان رايز اللي ما كانوش قادرين يظهروا بسبب الرقابة الدفاعية مان تو مان زي ما انتشايف هنا ديكلان رايز بيعمل سكان على مين على أولمو ليه لان هو ده الراجل بتاعه لان مطلوب من ديكلان رايز انه يقطع الكورة من الراجل اللي بيلعب عليه مان تو مان من اول الماتش اللي هو أولمو وعلى طول تبقى هجمة مرتدة سريعة للمنتخب الانجليزي وزي ما انتشايف أولمو بيأمن على ديكلان رايز لانه خايف منه وبالفعل ديكلان رايز بيخش وبيقطع منه الكورة لكي تتردى على طوله تبقى هجمة مرتدة سريعة للمنتخب الإنجليزي ولكن بيلنجهام يضيع الكرة ويضيعها للمنتخب الأسباني الثاني بيلنجهام كان مختفي تماماً خلال الشهوط الأول الراجل كان يدافع ولا يهاجم لا أعرف بصراحة كيف يعمل له خلال 45 دقيقة وطبعاً المنتخب الأسباني يحاول ينوع في شكل الهجمات بتاعته مرة كرة طويلة، مرة من على هذا الجنب، مرة من على هذا الجنب لكي يحاول يختارك دفاعات الإنجليز لكن لم يكن عارف وانتهى الشهوط الأول ومنتخب إنجلترا يستطيع أن يأكد على أنه خرج بشباك ونظيفة ونجح في مهمته في أول 45 دقيقة وهذا بسبب الرقابة الدفاعية منتومان والمنظمة جداً التي كانت تتم من خلال المنتخب الإنجليزي، الشهوط الأول ودعك فاكر كلمة الرقابة الدفاعية منتومان لكي بعد ذلك أجد المنتخب الأسباني يطلع رودري للإصابة ينزل اللاعب مارتن رقم 18 لكي يقوم بنفسه واجبات رودري على أرض الملعب لكن المفاجأة أن المتخب إنجلترا لم يكن يضغط ضغط منظم مثل الشهوط الأول كما ترى في الفاضن يضغط من قدام وبالتالي ساب الراجل الذي في ظهره فاضي فإضطر ديكلان رايز يسيب أولمو ويروح مع الراجل رقم 18 وفي هذه اللحظة أول مرة يحدث من 45 دقيقة فديكلان رايز هنا يشاور يا جماعة ينزل مع أولمو هذا كله كان يحدث في ديئة كام؟ في ديئة 45 ونص تقريباً وهذه كانت مفاجأة لأن هذا كلام لم يحدث خلال 45 دقيقة في الشهوط الأول وبعدها تجد في الفاضن سايب الراجل الذي كان يلعب المفروض عليه من من الشهوط الأول الذي هو بديل رودري ويضغط من قدام وبالتالي الراجل مارتن بقى واقف فاضي ويستلم الكرة براحته تماماً وهذا عكس تماماً الذي كان يحدث في الشهوط الأول وكما ترى الراجل يستلم ويتفسح ويتمشى لا ومش بس كده ده هيعد من وسط هاريكين وفي الفودن بدون أي ضغط وعلى طول الكرة هنا تروح لكوكوريلا كوكوريلا بيوديها الويليامز وويليامز بيرجعها وراء تاني وبتلاقي فابيان رايز واقف فاضي خالص وهنا بتلاقي بيلينج هام بشاور يا جماعة هو مين مع الراجل ده؟ تحس إن منتخب إنجلترا فك مرة واحدة وفي نفس اللحظة بتلاقي باردو بيلينج هام بشاور يا جماعة هو مين واقف مع لمين يامال وبيعمل هنا سكان على كارفخال ولكن كارفخال كان عنده زكاء شديد جداً قال لك هنلعب الكرة من مرة واحدة لإني لو استلمتها بيلينج هام قوي وهيجي يضغط علي وبالفعل الكرة طلعت من مرة واحدة على طول للمين يامال اللي كان قدامه السكة لو لعب بس سرو باص لمراتة كان هيدخله انفراد ولكن هو قرر ياخد الحل الأصعب وخد الكرة وقدر يستنى شوية لحد ما ويليامز فتح وطبعاً ويليامز جول 18 مش هيضيع وقدر يسجل الهدف الأول للمنتخب الأسباني بسبب الحالة الغريبة اللي كان بيمر بها منتخب إنجلترا في العجمة دي ومن بعد الهدف الأول لأسبانيا شفنا محاولات من المنتخب الإنجليزي عن طريق بيلينج هام اللي أخيراً قدر يفوق واستلم كرة حلوة قوي وقدر يلبس لعبة أسبانيا في بعض بطريقة شكلها حلوة قوي والراجل شاط بشماله ولكن الكرة جد جنب العرضة وطبعاً حالة الفوآن دي عمرها ما تكمل غير لما مدرب إنجلترا يشغل دماغه وينزل لعيب الكرة بجد زي كول بالمر اللي ما عرفش ليه من أول البطولة الراجل لازق على الدكة مع إنه كل مرة بينزل بيعملك الفارق وطبعاً في أول كرة بيبتدي يعمل ضغط عكسي كوكوريلا زي ما هو متعود في كل المباريات لكن للمرات الكرة بتفلت منه وبيلعبها على طول كول بالمر اللي ساكع عشان يطلعه من ناحية اليمين وأول ما بيوصل ساكع على طول بيسند الكرة لبيلينجهام اللي بيسند الكرة اللي جاي من وراء لكول بالمر اللي بدأ الهجمة من الأول عشان يسجل الهدف الأول للمنتخب الإنجليزي في وقت حلو قوي وبصراحة أنا لو من كول بالمر أروح أحتفل عند المدرب بتاعي واكله كم ألم على أفاة عشان يعرف اللي كان يعملوا من أول بطولة داعك وبعدها على طول نرى فرصة خطر جداً للمين يامال قدام المرمى يعتبر شبه انفراض الراجل بيلعبها لا يعرف بيك فورد قدر يشيل الكرة دي بصراحة للمين يامال كان هيموت نفسه على الكرة دي لو كانوا خسره أما بقى المنتخب الإنجليزي فما حرمش ولا تعلم في الكرة اللي بعدها على طول بتلاقي فابيان رويز واقف فاضي خالص بدون أي رقابة دفاعية وعكس اللي كان بيحصل الشوت الأول تماماً فالراجل هنا بيستلم الكرة وبرضه بتلاقي قلمه واقف فاضي تماماً معهش أي حد بدون أي ضغط من أي حد وعلى طول قلمه بيلعب الكرة لميكاييل ولكن هنا في حاجة غريبة جداً بالنسبة للمدافع ميستر مارك الراجل هنا واقف جنبك بتسيبه استلم الكرة وبيلعب الراجل بكل ارتياحية تماماً ولا كأنه موجود تماماً والراجل بيزيد جواة 18 وبيستلم الكرة وبيسجل الهدف في المنتخب بتاعك وانت برضه سايبه حتى ما مديتش رجلك قدامه وانا مش فاهم بصراحة المدافع ده في اللحظة دي كان بيفكر في ايه وتحست ان المنتخب الانجليزي كله فجأة البطارية بتاعه فضيت وبعدها يتوج المنتخب الاسباني بصراحة من اول يوم في بطولة ديورو وانا قررت احل المباراة اسبانيا اولاً هو المنتخب المفضل بالنسبة لي والحمد لله الرجالة ما عملتش اي حاجة غير الصحة مع كل منتخبات اوروبا ويا رب اكون قدرت اوصل لكو اللي حصل في المباراة انا كريم عنطر ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك سلم